بسم الله والصلاة والسلام وعلى عشر في خلق الله سيدنا محمد أهلا بكم استكمالا لشابط الرمبر 3 Static of Particles Static of Particles بدأنا بتعريب بعض المفاهيم يعني basic concepts definition عرفنا space عرفنا mass عرفنا statistics عرفنا dynamics تمام برضو هنكمل اليوم Particle ماذا هو Particle؟ نقطة أو جزيم Body of Negligable Dimensions يعني جسم الهوش أبعاد زي مين؟ زي نقطة كده؟ نقطة هي ليس لها بعد ليس لها dimension لكن هذه النقطة لو خذنا في الاعتبار مجموعة نقاط جمع بعض نقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا ونقطة نقطة هنكمل في الآخر هنعمل بعد X مثلا X Axis أو Y Axis تمام؟ بقى يبقى Body Particle Body of Negligable Dimensions جسم الهوش بعد Rigid Body Rigid Body هو جسم Body with Negligable Deformation جسم بدون تشوه تمام؟ والجسم الجاسئ هو الجسم الذي لا تتغير أبعاد نقاطه الهندسية عند تأثير قوة عليه أثرت عليه بقوة لا تتغير أبعاد نقاطه الهندسية زي مين؟ زي كرة معدنية كرة معدنية الجسم الجسم لو أثرت عليه بقوة لا تتغير أبعاد نقاطه الهندسية لا تتغير أبعاد نقاطه الهندسية لا تتغير أبعاد نقاطه الهندسية أو قطعة من الخشب تمام؟ جسم هو جسم With Negligable Deformations عديم التشوهات لا يوجد تشوه Non-Rigged Body في لغة بيه هو الجسم الجاسئ الجسم الجاسئ Non-Rigged Body جسم الجاسئ Body with Which Can Deform الجسم الممكن يحصل له نوع من التشوه تمام؟ هذا جسم غير متماسك فهو جسم الذي تتغير أبعاد نقاطه الهندسية عندما تؤثر عليه قوة لا تتغير نقاطه الهندسية لا تتغير أبعاد نقاطه الهندسية عندما تؤثر عليه قوة Non-Rigged Body تتغير أبعاد نقاطه الهندسية عندما تؤثر عليه قوة For example كرة من العجين تمام؟ أو الطين الرطب تؤثر عليه حصل له Deformation عضول يبدأ Non-Rigged Body Before considering whether the body can be assumed Rigged Body or not قبل ما نعتبر تمام؟ سواء جسم هذا Rigged Body أو Non-Rigged Body You need to estimate أنت محتاج أن تتحدد أو تعين The Relevant Relevant Force Ferris يجب أن تحدد القوة تمام؟ ذات الصلة Relevant يعني ذات الصلة تحدد أولا تحددها In Static في علم الستاتيك The Body are considered rigid unless stated otherwise الأجسام تعتبر جاسئة أه؟ الأجسام جاسئة unless stated otherwise ما لم ينص على ذلك على غير ذلك ما لم ينص على غير ذلك تمام؟ The Basic Concept definition Factor Quantity كمية متجهة Force كمية متجهة That describes an action of one body on another On another هي بتوصف فعل جسم و تأثير جسم على آخر يعني في تفاق في attraction between two objects أو two bodies تمام؟ This is that In Dynamics The Force is an action that tends to cause acceleration of an object في علم الديناميكة القوة هي فعل الفعل يميل إلى تمام؟ إلى إحداث مين؟ إحداث تصارع للجسم The SI unit of force The SI unit of force The SI تمام للقوة تمام magnitude is the newton يبقى نيوتن وحدة قوة في النظام العالمي للوحدات One newton is equivalent to one kilogram meter per second square والواحد نيوتن بيكافئ كيلو جرام متر لكل ثانية تربية هنا Static Equilibrium On object in an is in Static Equilibrium When it No more moving Not moving يبقى جسمي استاتيك في هذه الحالة الفي السرعة تساوي zero والتسارع ومعروف أن معدل التغير في المسافة بالنسبة للزمن هي سرعة ومعدل تغير السرعة بالنسبة للمسافة هي تسارع وكلاهما بساوي سفر متى؟ في حالة استاتيكية في الاستاتيكية احتزان الاستاتيك is not moving جسمي لا يتحرك Let us focus on condition 1 Net Force Net Force يعني محصرة القوة عندما يقول لك Net Force هذا يعني يقصد Submission of Forces ملا تساوي 0 تمام؟ وبالتالي هناك كاتب Submission of Forces يتساوي 0 The X Components of Forces Cancels تمام؟ مراكبة X مراكبة X للقوة تساوي 0 و Y Components of Forces تساوي 0 كلاهما يتساوي 0 X Fx Fy شكرا لكم